اهلا بكم في قناة جوهر اليوم سيكون فيديو مختلف سنتحدث عن الخامات التي نفعلها او نستخدمها في الدي اي واي او الحرف لكي يريد ان يستخدمها او يريد ان يحترف بها انا قلت سهل عليكم الدنيا وشارككم الحاجات اللي انا جبتها من العتبة طبعا كان اكتشاف بالنسبالي انا مرحتش العتبة قبل كده بس طيب اشتريت كل حاجة هناك سمعت عنها كتير بس كان لازم شارككم التجربة دي وشارككم الحاجات اللي انا جبتها يعني فيلا بنا نبتدي طبعا لسه ما اشتركش ياريت ياشترك وانا ما اعرفش ياشترك ازاي سيلاقي علامة اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو ياريت كمان تفعلوا الجرس عشان تشوفوا في الديهات الجديدة وتعملوا لايك وشير لي طبعا الحاجات دي كلها انا اشتريتها من شارع اسمه ضرب البرابرة هو بتاع حاجات السبوع وكده بس عنده كل حاجة فمن اول الشارع بقى وانتو داخلين هتلاقوا عنده كل حاجة اول حاجة قابلتها واول حاجة شفتها كان جزع الشجرة ده طبعا مش عايز اقولكو بيتعمل بيه حاجات كتير جدا وبيتباع باسعار خرافية انتو هتتصدموا لما تعرفوا سعر القطعة دي كان زي ما ان شايفين كده التفاصيل بتاعت الخشب حلو قوي وهو اصلا خشب نوع كويس يعني بس هو كان فيه شوية رطوبة كده فبس هو محتاج يتصنفر ومحتاج يتساب في الشمس شوية علشان خاطر رطوبة اللي فيه دي تطلع وبعد كده طبعا بنعالجوا بنصنفروا وبنديلوا وش سيلر والكلام ده حشح لكم الحاجات دي في فيديوهات جاية الحجم الاولاني ده كان الحجم الوسط بـ 25 جنيه وبعد كده حجم الصغير بـ 25 وده اكبر حجم ده عام 35 طبعا انتو لو فاصلتم ممكن تجبوهم ارخص من كده كمان بس انا بقولكو اسعارهم الحقيقية يعني قبل الفصال زي ما انتو شايفين التفاصيل فيه حلو قوي ولسه كمان لما ياخد وش تلميع او كده ده بقى الطامر حنة بيبقى فروع خشب كده زي ما انتو شايفين في منها احجام ده الحجم الكبير هو بيتبع بـ 40 انا بصراحة فاصلت شوية فيه فجبته بـ 25 في احجام اصغر بقى بتبع بـ 20 و 15 هاوريكو افكار لها وده ليه بتاعت التطريس دي انا مش هستخدمها في التطريس طبعا لان دي مش مش ويدي وانا مليش في الحاجات دي قوي بس انا جايبها عشان هنستخدمها في حاجات كتير وزي ما انتو شايفين كده هم ست دواير طبعا لما بيتفصلوا بيبقى دايرتين كده كانوا في 12 دايرة فطبعا هنعم بيها حاجات كتير وحاجات مختلفة دي كانت البلاستيك او العاج زي ما بيقولوا كان سعرها 45 ودي بقى الخشب اللي عايز يعمل حاجة اقيم او اقوى شوية وشكلها مختلف كانت بـ 25 جنيه لوحدها دا بقى الخيط الخيش اللي هنستخدمه في حاجات كتيره جدا قوي جدا وشكله حلو قوي ونستخدمه علشان بيدي الحاجة شكلها حلو ومختلف المتر كان عامل اربعة جنيه لو جبتوه فارط كده بس لو جبتوه جملة بتبقى بكرة كاملة 100 متر المتر بيعمل جنيه ونص يعني البكرة كلها بـ 150 دا بقى اللي عامل زي الازاز دا هو بلاستيك هو شريت كده بنلف برضو على الحاجات شكله حلو قوي ممكن تتنوه نصين وتستخدموه ارفع شوية فانتو كده كأنكو المتر عامل مترين معاكو هو المتر كان عامل 20 جنيه دول مترين انا جبتوهم بربعين برضو انا بقول لكم الاسعار كلها قبل الفصال يعني دا بقى الرافية دا بيبقى بيجي من النخل وكده دا بنستخدمو استخدامات كتيرة قوي هو دا اسمو بالعربي وبالانجليش رافية نلفوا بقى ممكن على الاطواق دي ونعمل منهم مراية بنستخدمو استخدامات كتير طبعا كل حاجات دي هستخدمها في فيديوهاتي حواري هالكو دي برضو كانت تعاملها 20 جنيه اللفة دي دول بقى الترينكتس او الحلية دي دا لون برونزي في منها البرونزي وفي منها الفضي انا بصراحة عجبتني في منها اشكال كتيرة جدا وحستخدمها معاكو في فيديو هتشوفوه قريب ان شاء الله اشكال حلوة قوي تحسوها جاي على هندي شوية كده دا كان الجرام عامل ربع جنيه وقا واقع طبعا لمستغناش عنها اللي بستخدمها في ديكورات كتيرة جدا دا كزا نوع من انواع القواقع انا هفتاحها دلوقتي وري لكم التفاصيل بتاعتها بس قلت او ريكم اللفة قد ايه اصلا هي اللفة دي في كزا حتة كنت بس على لي قولي 20 جنيه بس بصراحة لما لفلفت وكده لقيتها ب 12 ونص جبتها الواحدة انا شايف ان دا سعر كويس قوي بالنسبة لها بصراحة ودي الالوان والاشكال مختلفة زي ما انت شايفين حلو قوي طبعا انتوا لازم تلفوا ماينفعش ان انتوا من اول محل كده تشتروا دا الخرز بقى دا بيتباع بالنص كيلو هي لفة كده ايا كان ايه حجمه في منه الكبير في منه الصغير في منه الضخم اوي في منه البني في منه المشملون انا جبت المشملون دا بصراحة عشان خاطر اقدر اللوان هنا النص كيلو دا عامل 50 جنيه دا برضو حزام من الخيش كده انا بحب بصراحة الحاجات الخيش دي بشكلها لطيف قوي وتستخدم استخدامات كتير وده حزام من الكتان دي شرايت كلها الخيش دا المتر كان عامل خمسة الكتان دا كان عامل اتنين جنيه وده حبل بقى اللو اعرفين عامل زي حبل الغسيل كده بالزبط دي الرابطة برضو كتعمل 15 جنيه وطبعا الحبل التخين دا من استغناش عنه في الاستخدامات ممكن نفكو نعملو حبلين دا برضو الكيلو كان عامل 40 كيلو دا كمية جبيرة يعني ممكن تفاصلوا لو انتم عايزين مرايات بقى كمان دي اخر حاجة بتاها دي هستخدمها هحط عليها الدواير بتاعت التطريس دي زي ما انتم شايفين ونستخدم فيها حاجات كتيره المرايتين كانوا الواحدة عامل عشرة جنيه سنشتريت الاتنين بخمستاشر احجار بقى برضو بتتباع فلفة كده زي القواقع برضو بتبقى عامل عشرين جنيه بس ممكن تفاصلوا فيها كتير لو هتجيبو كمية يعني الكاس دا برضو دا مش مواد خام ولا حاجة بس هو سعره كان رخيص قوي فانا حبيت ان انا اجيبو برضو ممكن استخدموا دي كور نحط فيه قواقع نحط فيه صخور وكده دا كان عامل خمستاشر جنيه طبعا كلما تشتريوا كميات اكتر كلما بيدوكوا اسعار احسن ودخط الخيش بقى الخام نفسه اللي هما بيعملوا منه الحزام والحبل اللي انتو شفتو دا دي بكرة كاملة كده مش عارف يا كام متر بس هي كتعملة خمستاشر جنيه دول بقى الاكتشاف يعني دول اللي هما الحصر او كل الاشكال بقى كل الاشكال طبعا هستخدمها في كازا حاجة وانا كنت برضو استخدمت في صواني قبل كده هسيبلوكوا الروابط بتاعتها الحاجات دي الحصر دي بس لقيت كل الاشكال بقى هتصدقوا ان الواحدة بتسعة جنيه دي في اي كيه اصلا بتتبع بستين وسبعين جنيه الواحدة فده كان برضو بالنسبة لي اكتشاف كل الالوان بقى عايزين تغيروا لونها عايزين القوي عايزين بيبقى طاري شوية اللونه غامق مش عايز اقولوكوا ان انتوا لو نزلتوا هناك هتتبستوا جدا وحتخلصوا كل فلوسكو زي ما قلتلكم ده كان شارع ضرب البرابرة في العتبة اتمنى تكون فيديو عاجبكم استنوني في الفيديو الجانب